في خدمة القداس الإلهي الذي ترأسه الإرشمدريد خريستوفوروس في كاتدرائية دخول السيد إلى الهيكل الصوفية بحضور جمع من المؤمنين وصف قدسه في عيضاته المحبة القوية التي رسمها يوسف الرامي عند طلبه جسد يسوع من السلطات بالجرأة الشجاعة وأضاف هذه المحبة المرجوة محبة الحرية والبذل والعطاء نحو الآخر وليست محبة العبودية الأنانية المستهلكة ودع الإرشمدريد خريستوفوروس المصلين إلى الحرص من تدخلات إبليس في حياتنا حتى لا يحول محبتنا إلى أنانية ونصحهم بالدخول مع المسيح في ألامه لنقوم معه ونكون أبناء الملكوت ثم تطرق إلى علاقة الأباء بالأبناء قائلا اشملوا أبناءكم بمحبة المسيح عوانه في الخدمة عدد من الكهنة والشمع مساء